موسيقى السلام عليكم لا شك أن الإنترنت صار أداة مهمة جدا في حياتنا بل ضرورية نحتاج إلى الوصول إلى المعلومات في كل ساعة ربما أحيانا في كل دقيقة بل الصفحات والمواقع التي ندخل عليها في يوم واحد تتعدى العشرة ربما المئات وبالتالي صار من المهم جدا أن نعرف كيف نصل إلى المعلومات بطريقة أفضل بطريقة أضمن بطريقة أسرع للحصول على أفضل المعلومات حقيقة طبعا لا يسعني لن أتمكن من تقديم طرق وشرحات مفصلة تدخل هنا تفعل كذا تنقر على هذا إلى أخير لأن هذا سيأخذ منا وقتا طويلا جدا وليس هذا هدف طبعا هذه الحلقات إنما سأقدم لكم مبادئ عامة مبادئ رئيسية جوهرية أعتقد أن كثيرا منها لن تكون معلومة لكثير منكم ربما بعض منكم يعني فعلا كسبوا خبرة في هذا ولكن معظم الناس أتوقع أنهم لا يعرفون كل هذه المبادئ حتى وبعض التوجيهات بعض النصائح سأقدم لكم وبعض التعليقات أيضا أعتقد ستجدونها مفيدة إن شاء الله أول فكرة أول مبدأ أريد توصيلها إليكم هو أن البحث على الإنترنت لا يجب أن يقتصر على جوجل لعدة أسباب طبعا الآن جوجل صار يعني كأنه هو مراضف لفكرة البحث بل باللغة الإنجليزية يقول عندما تبحث بالجوجل يعني كأنه البحث يعني يتم مباشرة بالجوجل يقول I googled كذا صارت فعل صارت كلمة داخلة في القاموس ولماذا هذا؟ لأن جوجل فعلا تمكن بطرق ذكية بإمكانيات ضخمة تعددت الآن وصارت واسعة جدا من تخزين من البحث أولا طبعا جوجل يبحث في كل ثانية عن كل ما ينشر على الإنترنت ويخزن صفحات منه ويعمل منه index يعني يعمل منه تصنيف حتى إذا طلبت أنت معلومة معينة هو لا يذهب ويعمل كل هذا البحث إنما يذهب إلى التصنيف الذي هو وضعه ويتم تحديثه في كل دقيقة يذهب ويقول هذه الفكرة أو هذه المعلومة هذا الإسم هذا العنوان أعرف أين هو موجود موجود هنا وهنا 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 فلذلك مباشرة نعطيك خائمة المراجع التي تهمك والتي ترتبط بما طلبت ولكن هناك محركات بحث أخرى أقل قوة ولكن لها مزايا ولها خاصيات هامة جدا يجب الإنسان أن يكون على علم بها أولا هناك بينج بينج التابع لمايكروسوفت منافس لجوجل الأقل منه قوة ولكن يتميز بشيء مهم وهو أنه له خاصية الأوتو كومبليت التي موجودة طبعا في الجوجل وموجودة حتى في اليوتيوب وإلى آخره ولكن الأوتو كومبليت يعني الإكمال التلقائي يعني جيت أنت مثلا تبحث عن شخص معين أو اسم أو عنوان لكتاب أو كذا ولكن بدأت فقط بالكلمة أو الكلمتين الأولتين مباشرة هو يقترح عليك تكميلات هذه التكميلات التلقائية أوتو كومبليت فالبينج أفضل من الجوجل في هذا واحد اثنين هناك محرك الياهو محرك الياهو أقلهم قوة ببعيد ولكن الياهو يتميز أنه يقوم بتحديث عن الأخبار التي تحدث يوميا فإذا أنت تبحث عن فكرة أو حدث أو شيء حصل اليوم أو أمس فالأفضل لك أن تذهب إلى ياهو طبعا جوجل له أيضا نيوز كما سأبين بعض اللحظة ويمكن لك أن تذهب إلى التصنيف أو الباب تحت جوجل المختص بالأخبار نيوز وتبحث داخله ولكن ياهو سيكون أفضل من هذا لكن هناك محرك بحث آخر أريد جلب انتباهكم إليه ربما لا يعرفه 99% من الناس وهو دك دك جو هكذا اسمه غريب شوية يعني بطى هكذا دك دك جو طيب دك دك جو هذا اللي ما اسمعش منه معظم الناس لماذا هو مفيد وأنا أنصحكم به إلى حد ما هو دك دك جو هذا يحترم خصوصيتك ولا يسجل معلومات عنك إطلاقا هنا الخصوصية برايفسي طيب تقول ما أنا ما عندي شيء أخفيه يعني لماذا أحتاج أنا برايفسي رح لي لجوجل أقوى منه أنا مدام ما عندي شيء أخفيه هنا الخاصية التالية جوجل بقدر ما هو يعرف عنك ما تبحث كل ما تبحث عن شيء بسجل عنده نضال بحث اليوم عن كذا نضال يفضل المواقع الفلانية نضال يدخل دائما على المؤسسات الأكاديمية نضال يريد دائما الأشياء الأحدث نضال يعمل كذا وكذا فإذا طلبت منه أنا اليوم أو بكرة أي معلومة جديدة فيروح هو يعطيني المصادر حسب ما هو تعرف عني تقول لي ما هذا جيد وين الخطأ في هذا إذا صار يعرفك أفضل يعطيك من المصادر التي تناسب ما تريده أنت أصلا فهذا أفضل نعم هذا فيه هذه المزيئة هذه الإيجابية ولكن من جهة أخرى يصير دائما يحصرك في الأشياء التي أنت تهتم بها أكثر أو أنت تميل إليها أكثر بمغنى آخر أنه لا يسمح لك لا يشجعك على اكتشاف أشياء لم تخطر ببالك أو لم تكن بمعرفة بها هذا ما يسمى الفقاعة تصير أنت دائما محصور في الأشياء التي تحبها أو تعريفها وذهنك وفكرك لا يتوسع لا يكتشف أشياء لا يتعرف على مواقع أخرى على أفكار أخرى تتركك تغير رأيك ربما أو تكتشف أشياء تقول أوه الله مع عمري ولا سمعت بهذا الشخص ولا سمعت بهذا الموقع ولا سمعت بهذه الفكرة أو هذا الكتاب خليني أقرأه أتعرف عليه فضك ضك جو لأنه لا يسجل عنك أي شيء فهو يقترح عليك كل ما هو متاح وبالتالي ضك ضك جو بالمناسبة أي شخص في أي مكان في العالم أي مكان في أي يوم يطلب معلومة عن فكرة معينة يعطيه نفس الشيء أما جوجل ويمكنكم القيام بهذه التجربة لو أنت مثلا وأخوك أو صديقك تصل عليه يقول له طيب خلينا ندخل أنا وياك على جوجل ونبحث عن هذه العبارة أو هذا الاسم أو هذه الفكرة وقل لي أنت العشرة أو عشرين رابط الأولى التي سيقترح عليك لهذا نفس الفكرة ستجد أنه ما اقترح عليك أنت وما اقترح على شخص آخر سيكون مختلفين فهذه فكرة مهمة جدا ثانيا هناك محركات بحث تخصصية هذه مهمة جدا إذا أردت أنا أن أبحث في المراجع الأكاديمية أبحاث علمية منشورات علمية مقالات ذات جودة متخصصة أو كذا فلا أبحثنا في الجوجل أبحث في جوجل سكولر جوجل العلمي أو الأكاديمي البحثي هذا فهذا محرك خاص طب أنا أنا مش متخصصة أنا مش باحث لماذا أدخل على جوجل سكولر إذا كنت تبحث عن معلومة علمية أو معلومة موثوق فيها تبحث أنت مثلا عن شيء له علاقة بالكورونافيروس أو له علاقة باكتشاف المريخ أو في ناس قالوا الأقمر صناعية تعمل كذا أو تجسس أو كذا تروح أنت تقول أنا أريد أن أفهم هذا الموضوع جيدا إذا أردت أن تذهب إلى موضوع ما وتفهمه جيدا قال فاكسين مثلا تطعيم تلقيح أو غيره تروح تدخل على جوجل سكولر هو اللي يعطيك هذه المراجع الرصينة الأكاديمية الموثوق فيها واحد اثنين هناك موقع آخر أيضا مهم جدا ليس تخصصي لا يعرفه أيضا 99% من الناس اسمه Internet Archive إيش هو الإنترنت Archive هذا؟ Archive Internet معنى هذا موقع بسيط جدا archive.org تدخل عليه وتدخل أنا أبحث عن شخص أبحث عن عنوان كتاب أبحث عن موضوع إلى آخره طيب فيقترح عليك هو مجموعة أقل بكثير من جوجل وياهو بينك إلى آخره تدخل عليه الطبيبة الفائدة أنه أولا هذا يعطيك المراجع خاصة المتخصص كثيرا بالكتب ثانيا يعطيك كل المراجع المرئية والصوتية فيديوهات وأوديو وأهم من هذا كله له جزء اسمه Wayback Search Wayback بمعنى الرجوع إلى الماضي كيف الرجوع إلى الماضي؟ نفترض مثلا أنه هناك موقع أنت دخلت عليه السنة الماضية ووجدت فيه مقال معين أو فكرة ووجدتها وقرأتها ثم بحث عنها اليوم مش موجودة طيب أنا متأكد أني قرأتها هنا في هذا الموقع بتاع المشعارة المؤسسة الفلانية طيب ممكن شالوها إذا شالوها هل تدرون أن كل الصفحات التي وضعت يوما ما في الإنترنت حتى إن شطبت اليوم فهي مخزنة في مكان ما وين مخزنة؟ مخزنة في الإنترنت المخزون هذا المدفون فبوسعك أن تدخل على أركايف وتقول له الفكرة الفلانية في موقع كذا تحدد له الموقع فيروحه على الموقع هذا ويدخل ويبحث لك هذه الفكرة وين موجودة في كل الصفحات الحالية والماضية بل يعطيك قدرة على حصري البحث هذا في هذا الموقع حسب السنوات فإذا قلت له مثلا بحث لي من 2018 إلى 2019 لأنه أنا فاكر أنه شفتها سنة الماضية في 2018-2019 كذا 2020 مش موجودة فيجي هو يحصر البحث ويطلع لك يا هاي الصفحة اللي كنت بتقرن آه موجودة كانت موجودة الآن مش موجودة إنترنت أركايف مهم جدا طيب الشيء الثاني أنه يمكن البحث طبعا عن الإنترنت عن أشياء مختلفة تبحث عن صفحات عن مقالات تبحث عن صور تبحث عن كتب تبحث عن خرائط تبحث عن فيديوهات تبحث عن ما تريد وكل واحد هذا له أدوات آه مهم جدا الأدوات أدوات البحث كيف أدوات البحث تجي أنت مثلا وتحدد التاريخ تقول له أنا أريد فقط هذا الموضوع أريد صور نشرت هذا الشهر أو هذه السنة على اليوتيوب أيضا هذا موجود كثيرا فيقول لك مثلا أن يمكن لك أن تدخل وتبحث حسب التاريخ حسب هذا الأسبوع هذا الشهر هذه السنة أو تقول له من سنة كذا إلى سنة كذا أو تقول له مثلا أريد إذا تبحث عن صور أريد صور ذات جودة عالية أو أريد صور متحركة أو أريد فيديوهات قصيرة لا أريد فيديو ولو كان قديما لكن أريد قصير أو أريد فيديو حديث جدا ولو كان طويلا أو أريد كذا وكذا فيمكن استغلال هذه الأدوات هذه مهمة جدا بالنسبة للوثائق أنا أبحث عن وثيقة في موضوع معين لكن أريدها مثلا بي دي اف لماذا أريدها بي دي اف لأن البي دي اف يكون في العادة المقالات المكتملة مش هكذا يلا واحد كتب على الإنترنت شيء لا مقال مكتمل بيكون بي دي اف فأبحث أنا إذا بحث عن موضوع معين أقول لأبحث لي إذا فيه بي دي اف أفضل أو إذا مثلا فيه بي دي اف وموجود على موقع ناسا طبعا موقع ناسا موقع عملاق ضخم جدا طب كيف أخلي هنا يبحث لي فقط في مواقع ناسا أقول له سايت أحدد له أقول له ابحث لي عن موضوع مثلا المارس أتموسفير الغلاف الجوي للمريخ بي دي اف فهذا بقول له دوكومنت تايب أو دوكومنت فايل تايب نوع الوثيقة نوع الملف أنه يكون بي دي اف أو يكون باور بوينت أو يكون ما أريد وأحدد أنا وقل له سايت سايت نقطتين ناسا دوت أورج فهو رح يبحث لي داخل ناسا فقط وطبعا هي مئات المواقع داخل ناسا ويبحث لي عن المواقع الملفات اللي هي من نوع بي دي اف فقط أو باور بوينت ويبحث لي فقط عن ما يتعلق بالغلاف الجوي للمريخ فهذه أدوات تحديد البحث وهكذا يصل الإنسان إلى ما يريد بطريقة أدق وبطريقة أسرع يمكن أن تحدد أنت الجودة تحدد المصدر تحدد المدة تحدد تاريخ النشر أو التحديث إلى آخر إلى آخر طيب وماذا مثلا إذا أنا حبيت أدخل على موقع وهذا الموقع يعني معطل الآن أقول لك معطل يا الله أنا أريد هذا الموقع أنا أعرف أنه هذا الموقع فيه الملفات اللي أنا بحتاج عنها أو المعلومات اللي أبحث عنها فتجي أنت داخل جوجل تقول له كاش فإذا مثلا بحث لك وطلبت أنت معلومة وأعطاك مراجع معينة عجبك أنت هذا المرجع أنا أريد هذا لأن هذا الموقع أنا أثق فيه ممتاز جدا طب عطيني هذا قول لك هذا فهناك إمكانية أنك تعمل عليه نقر هكذا على الجنب نحن أبين لكم ويقول لك كاش كاش معناه المخزن المخزن قد يكون التخزين آخر تخزين جوجل عمله لهذا الموقع قد يكون أمس قد يكون من أسبوع حسب يعني التحديثات اللي تحدث فيه هذا الموقع لكن على الأقل أنت ما تبقى موقف ممكن لك أن ترجع وتبحث في آخر تخزين لهذا الموقع عن المعلومات التي كنت تبحث عنها يمكن أيضا أن تحدد البحث بما يسمى بالبولين برامتر يعني كلماتها كذا الفاظ and or minus مثلا أنا لا أريد شخص معين يعني مثلا أنا أبحث عن شخص اسمه مثلا أحمد كذا لكن نسيت اسمه الكامل أحمد فلكن حتى أحمد هو يجي يعطيني أحمد مشهور أحمد فلان هكذا فأجي يقول له أنا مش هذا مش هذا فكيف أقول له أنا مش هذا أعطيني أحمد كل الأحمدين الآخرين مش هذا أي أحمد قل له أحمد minus فلان أحمد حسن مثلا أنا لا أريد أحمد حسن فأحمد minus حسن هكذا أو أريد أنا مثلا الصفحات اللي فيها أحمد وعلي مش أحمد أو علي يعني أنت لو تحط أحمد علي ورح يبحث كل ما هو أحمد وكل ما هو علي لكن إذا قلت له أحمد and علي رح يبحث لك فقط الصفحات اللي فيها الإسمين في نفس الصفحة أحمد وعلي الشيء الآخر المهم جدا هو البحث الآمن البحث الآمن إذا كنت أنت مثلا لا تريد أنه في البحث عن صور خاصة عندما نبحث عن صور أو تبحث عن موقع عن موضوع معين يطلع لك صور خادشة للأخلاق أو للأدب مثلا صورة مش مناسبة أو موقع مش حابنا هذا النوع من المواقع هذا مواقع بتاع مش عارف أنا لقاءات وبنات وغيره لا أريد هذا النوع من المواقع طبعا في معظم بلداننا العربية هذه المواقع محجوبة أصلا أنت لو فيه كلمة أو اسم معين لشخص وفيه صورة أو فيه موقع في هذا الشخص هذا ولكن صورة مش كويسة مواقعنا في العالم العربي معظمها محجوبة هذه الصفحات فيه يعني رقابة وتشطب وما تخلي هذه الصفحات أصلا تطلع لنا لكن فيه أماكن كثيرة في العالم العربي وفيه أحيانا صفحات وأحيانا مواقع وصور تطلع وهي خادشة للأداب فماذا أفعل؟ أقول أنا الجوجل أعمل لي safe search البحث الآمن يعني أنت أعمل فلترة لا تستنى أنت الدولة تعمل لي فلترة أنت أعمل فلترة لا تطلع لي صور أو مواقع مش كويسة فهذا مهم جدا مثلا في ثقافتنا في عائلاتنا إلى خير إلى خير هذا مهم جدا المهم أنا أردت أن أعطيكم هكذا توجيهات أو نصائح عامة مبادئ عامة عن البحث على الإنترنت أريد أن ألخصها لكم الآن في نقطتين أو ثلاثة هكذا في الأخير بشكل سريع واحد عدم الاكتفاء وعدم حصر البحث على جوجل استخدموا محركات البحث الأخرى المتخصصة وغير المتخصصة التي فيها حماية للخصوصية وليما فيها حماية للخصوصية فنوعوا حسب ما يريد الإنسان حسب ما مثلا أنا اليوم أريد أن أوسع أفقي لا أريد أن جوجل دائما يعطيني نفس المواقع التي أهتم فيها لا أنا أريد أن أكتشف أكثر فأروح أدخل على دكتاك جو أقول لي طيب أعطيني معلومات عن المعلومات الفلانية أو أنا أريد فعلا أوصل إلى شيء دقيق من النوع الذي أنا أبحث عنه في العادة فرح جوجل جوجل أعطيني معلومات عن كذا فهو يعرف أنا في العادة ماذا أريد فرح يعطيني وهكذا الشيء الثاني أنه يجب استخدام أدوات البحث التدقيقية التي تدقق في المصدر التي تدقق في نوع الوثيقة ماذا تريد أنت تريد باوربوينت تريد بي دي آف تريد فيديو تريد مدة طويلة قصيرة حديث صدر مؤخرا إلى آخره وتريد معلومات معينة أنت في بالك فتحددها أنت بالتدقيق في ألفاظ وأدوات البحث إن شاء الله تكونون استفدتم هكذا بهذه الجولة السريعة حول البحث على الإنترنت جوجل وغيره شكرا لكم على المتابعة السلام عليكم شكرا لكم على المتابعة